قال الرئيس عبدالفتاح سيسي أن الدولة لن تسمح بالتعدي على الأراضي الزراعية متحدثا عن تأثير المخالفات على تطوير وبناء المحاور الجديدة وأشار الرئيس سيسي إلى أنه كان من الممكن إنشاء محور المحمودية منذ أكثر من عام ونصف العام إذا لم يكن هناك مخالفات محور المحمودية اللي بيكلم فيه لو المحور ده المحور بتاع المحمودية ده ما كانش عليه أكثر من ألف ألف وحدة ألفين وحدة مش كده اللي هو الشام أمن ووجود مش كده كم أنت كنت محافظة البحيرة مش كده كم كم على أرض مخالفة أرض دولة ودفعنا 700 مليون جنيه تماما مش كده يعني ما يقرب من 700 مليون جنيه تعويض إيه اجتماعي يقولنا عليه تعويض إيه اجتماعي اجتماعي يعني إيه يعني الرغم أنه مخالف وديه مش أرضه لكن قلنا لأنه إحنا ما نقدرش نسيب الناس كده ونمشيها فكان اللي هو الشام كان موجود محافظ ساعتها قال إحنا محتاجين 700-800 مليون جنيه عشان أخلي المحور ده وأعمل طريق يوصل من اسكندرية لغاية أبو حمص حوالي 60-70 كيلو تقريبا مش كده أي فن مش كده كامل أنا توقفت هنا للموضوع ده تفضل استريح تفضل أنا بس عايز أقول لكم إيه لو ما كانش الكالد موجود اللي المخالفة دي كان زمان المحور ده بسهولة تعمل تعمل من سنة ونص سفاته أو سنتين